اشتركوا في القناة مبارك النعمي رئيس نادي المرخية يرفض المباراة الفاصلة ويناشد لجنة التحكيم لأول مرة نجوم الظل يقفون في الضوء أمام الكاميرات وفي فقرة بدون كلام اللاعبون يشدون لأم كلثوم تفيد بإيه يا ندم موسيقى اقترب نادي الشمال من التعاقد مع محمد سالم لاعب السرية وقطر والخور سابقا وذلك في إطار محاولاته لتدعيم صفوفه المستمرة مهدف الظهور بمستويات أفضل في دور الدرجة الثانية ويعتبر محمد سالم إضافة قوية للشمال حيث يمتلك اللاعب مهارات فنية جيدة إضافة إلى خبرته السابقة مع الأندية التي لعب لها ينتظر أن يعود ثنائي دفاع فريق معاذر المكوم من هيثم الأمين وأنور بابكر لتشكيلة المدرب المغربي محمد ساهل في الأسبوع المقبل أمام الشمال بعد أن غابا عنه في الجولتين الماضيتين أمام المرخية والشحنية وستكون عودتهما إضافة قوية لدفاعات الفريق الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن في الدوري اضطر نادي الشحنية إلى شطب محترفه الإفوري كراموكو بداع الإصابة التي تعرض لها قبل مباراته مع معاذر هذا الأسبوع وقام بتسجيل البرازيلي جويل بدلا منها التي ظهر للمرة الأولى هذا الموسم بقميص الشحنية أمام معاذر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله تجرى مفاوضات من قبل نادي المرخية مع الحارس طلال سالم لاعب السد والجيش سابقا للتعاقد بهدف تدعيم حراسة مرمى الفريق رغم امتلاك المرخية لحارسين هما عبد الرحمن محمد وخليل محمد إلى أن الجهاز الإداري يأمل في التواصل مع الحارس الجديد لاتفاق بالانضمام للفريق تحسبا لأي ظروف طارئة في الفترة المقبلة يواصل الثناء هيثم فتحي وجوزه جونيور غيابهما عن مسامير في المباراة الفريق المقبلة أمام الشحنية الأسبوع القادم واستكون المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها هذا الثناء الهام عن الفريق هذا المعوسم حيث لم يشارك في لقاء هذا الأسبوع أمام الأهلي والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق اعتبرت شيكي ميلان ماتشالة مدرب نادي الأهلي أن فريقه فرط بفوز في متناول اليد أمام مسامير في الأسبوع الثاني من الدوري وقال عقب المباراة لقد دفعنا ثمن إهدار الفرص السهل أمام مرمم سامير في التعادل في الدقائق الأخيرة وأضاف كان بالإمكان أفضل مما كان ولكن هذه المباراة والنتيجة التي آرت إليها في النهاية تعد درسا قاسيا علينا الاستفادة والتعلم منه للمستقبل حتى لا نقع في نفس الأخطاء لا سيما وأن كرة القدم دائما ما تحمل المفاجآت ويجب التعامل مع كل المباريات بكل قوة وجدية من البداية وحتى صاطرة النهاية كشفت الجولة الثانية من مباريات دور الدرجة الثانية الليغاتو الحقيقة الأولى من ظواهر دور الفرق السد لا توجد أسماك كبيرة في مياه الليغاتو فهي مفتوحة للأسماك الصغيرة فقط لكي تلعب في أمان الجولة الثانية من دور الدرجة الثانية لم تشهد نتائج كبيرة أو أهداف غزيرة بل انخفض مستوى التهديف فيها وبلغ ستة أهداف بعد أن كان سبعة أهداف في الجولة السابقة وانتهت المباريات الثلاث بتعادلين وفوز واحد في المباراة الأولى بين المرخية وشمال حاول الأول أن ينصب فخا للثاني وبدأ وكأنه تحول إلى سمكة كبيرة تهاجم وتنقض وتنوي الافتراث إلا أن السحرة المستدرة هي التي نصبت له فخا من الهواء مرة والعارض مرة أخرى وتسبب تسرع لعبه أمام مرمى الشمال بالوقوع في الفخ فعجز عن استغلال الفرص العديدة التي لاحت له طيلة المباراة أما الشمال فلعب بواقعية تستند إلى إمكانيات لعبه وعرف منذ البداية أن الدفاع الحذر خير وأبقى من الاندفاع إلى الهجوم وكان يدرك منذ البداية أيضا أن اللاعب في الدرجة الثانية كالسباحة في المياه الضحلة فأهداه الهواء الهدف الأول عبر لعبه جمال جوهر في الدقيقة الحادية والثلاثين وكافأته الساحرة المستديرة مرة أخرى على نظرية المرتدات فأطلق مهاجمه علي فريدون رصاصة الرحمة على المرخية بحراز الهدف الثاني للشمال في الدقيقة الثمانين مؤلنا فوز فريقه بهدفين دون مقابل لينتهي اللقاء بدرس للجميع موعد الأسماك الكبيرة لم يأتي بعد وعلى المتضرر اللجوء للدفاع والحذر وهو ما فعله فريق الشمال بكفاءة الحمد لله على الفوز طبعا كنا مسكين اللعب طبعا 90 دقيقة الحمد لله أداء التعب اللي بالملأب بالنتيجة الحمد لله 2-0 بداية يعني ما نقول بداية احنا تخسرنا من الاهلي ثلاث نقاط ممتازة دام الخريق مرخية وإن شاء الله لاجة دام إن شاء الله نافس على البطول طبعا نتيجة طبعا نتيجة طبعا كل نزع لنا هزيمة خسرنا ثلاثة بونط وقبل كده المطشة الشحنية برضو خسرنا اتنين بونط مطشين وارا بعد النهاردة الأداء أحسن من المطشة الشحنية بس ضيعنا أهداف كتير قوي والأهداف ضيعنا دخل فينا فنقول الحمد لله وخلاص نطش وضغلنا ونركز في المباراة اللي جاية إن شاء الله عندنا مباراة صعبة جدا مع ناد الأهلي بس طبعا الواحد زعل نقل جدا عن اهداف اللي بضعت مننا ضيعنا منيها التراتة بونط يعني النتيجة لو تشوف الشوط الأولاني حوالي خمس اهداف لكن الحمد لله على كل شيء إن شاء الله نركز في مباراة الأهلي إن شاء الله وربنا يكرينا إن شاء الله ونعمل نتيجة جباية مع ناد الأهلي إن شاء الله في اللقاء الثاني بذات الجولة عاد لمعذر مع الشحانية بهدف لكل منهما على ملعب السيلية ليرفع كل فريق رصيده إلى نقطتين وجاءت المباراة متكافئة حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجرية اللعب وقدم مستوى جيد نسبيا وتشابه الطريقة وأسلوع اللعب إلى حد بعيد في اللقاء الثالث بين الأهل ومسيمير ظهر العميد في شوط الأول كسمكة كبيرة تنوي افتراسا سيمير وتقدم عمر الأنصاري المتألق للعميد الأهلوي في الدقيقة الثانية وثلاثين واعتقد الجميع أن افتتاحية الأنصاري انذار بهطول الأهداف وبالفعل لاحت أكثر من فرصة للتسجيل وزيادة غلة العميد لكن المهاجمين اكتفوا بهدف وحيد في الشوط الأول في المرحلة الثانية حاول العميد أن يواصل ما بدأه إلا أن لعبيه فعاملوا مع الهجمات برعونة شديدة وكانت أبرزها الانفراض الكافي